جبهة انقاذ والتنمية تأسست قبل تشكيل حكومة السيد عادل عبد المهدي واتخذت جانب المعارضة اتجاه الحكومة واتجاه البرلمان واتخذت شعار تصحيح مسار العمل السياسي وتصحيح المسار الحكومي وهذا دأبها إلى حين وصولي إلى جنابكم وعلي قناتكم الموقرة جبهة انقاذ والتنمية هي جزء من الجبهة العراقية المتكونة من خمس كتل ومن بينها جبهة انقاذ والتنمية الجبهة العراقية هي تكتل هدفها الأول والرئيسي هي تغيير اسم أو تغيير شخص السيد الحلبوسي وإبداله بشخصية سنية أخرى كون أن هذه الجبهة بالرغم من الاختلافات التي فيما بينها وبالرغم من أنها ليس من السهولة أن تجتمع على نظام انتخابي أو التقدم لانتخابة القادمة سوية بسبب الاختلاف بوجهات النظر إلا أنها اتفقت فيما بينها على ضرورة تبديل شخصية السيد الحلبوسي بشخصية أخرى كون ما تفضلت به بالتقرر الذي تحدثت به في مقدمة البرنامج هو انفراد بالسلطة وانفراد بالقرار السني والسيطرة على أغلب المناصب السنية مما أثار حفيظة بقية الكتل السنية الأخرى وولد لديها تخوف من هذا التفرد وقد يكون يسحب من تحتها بساط العمل النيابي والبرلماني على المرحلة القادمة في الانتخابات القادمة كون أن التشريعات التي قام بها السيد الرئيس البرلمان من خلال البرلمان هي تشريعات تخدم كتل معينة دون كتل أخرى وأن عمل التشريعي داخل قبة البرلمان يتكون من التشريع ومن الرقابة والعمل الرقابي قد أصبح مضمحلا ولا صوت له أي بمعنى أن عمل تشريع البرلماني داخل البرلمان هو عمل 50% هذا 50% لم يرتقي إلى 10% من العمل لأنها أغلب التشريعات التي ولدت داخل البرلمان هي بتوافقات سياسية مع الكتل الأخرى التي شكلت الحكومة وبالتالي ضربت مصالح السياسية للكتل السنية داخل قبة البرلمان اشتركوا في القناة